مدفع رمضان يعد هذا المدفع السلاح الوحيد الصديق للإنسان في مدينة تعز يمثل هذا المدفع جزءا من تفاصيل الحياة اليومية التي يعيشها الناس خلال أيام الشهر الفضيل إذ يعتمدون عليه المعرفة أوقات الإفطار والإمساك يمثل في شهر رمضان بالإفطار يعني في المغرب والفجر إمساك يعني إمساك وإفطار وإمساك يعني إلى أذى التراث القديم يعني يسمعهم على حسب التراث القديم فسيان هذا الذي منه ولا الآن يعني قد يستغلوا بالأذان وكل شيء مساعد يعود تاريخ المدفع صديق الصائمين هنا في ريف المدينة وتحديدا في جبل صبر إلى عشرات السنين حيث يرافق المواطنين في رحلة الصيام طيلة الشهر فالعمل عليه كان يأخذ خطوات معتادة تبدأ بتجهيز الحشوات وحتى الإطلاق وهذا معتاد عليه الحاج حسن مرشد وأخوه أحمد أصلح الباروت الوحده ثالث مرة أقوم بتخيط العبوات أرجع أقوم ثاني مأسى رابع مرة بالعبوات يعني العبوة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة وأفعال فاصل بين العبوات ثم رجع أعمل ست أربع خمس ست يعني طين عبوات زي حاشو إذن يمكن القول هنا إنه المدفع الوحيد ربما للسلام في ظل انتشار مدافع الحرب في تعز ولا يزال يتذكره أبناء المدينة كواحد من معالمها الرمضانية المحببة على الرغم من محاولة الميليشيا إسكاته منذ قادة حربها ضد هذه المحافظة ووصلت إلى هنا لكنها طردت تحت ضربات أبناء الجبل حمزة أمين قناة بلقيس تعز ترجمة نانسي قنقر